إلا رسول الله ده الحقيقة بعد ما طلع ماكرون في خطاب وقال برضو هنظل أو لن نتخلى عن الرسوم الكاريكاترية والإسلاميون يريدون الاستحواز على مستقبلنا طلع ماكرون الكاذب طلع قال الكلمتين دول في خطاب رسمي قدام الدنيا كلها لم يجد ماكرون حاكم مسلم ولا عربي يرد عليه إلا أردغان كل الحكام العرب ناموا من المغربية كل الحكام العرب ما خدشواش بالهم ماكرون بيقول هنساند وهنستمر في الرسوم الموسيقى ولا حاكم مسلم على وجه الأرض ولا حتى حاكم عربي طلع قال له تلمي حيوان ما فيش غير أردغان طلع وصفه بإنه مريض عقلي وطبعاً ده كشف عورات الحكام العرب اللي محدش طلع فيهم يرد عن الرسول محدش فيهم طلع يقول عيب يا ماكرون محدش فيهم طلع يقول الكلام ده على فكرة فرنسا دي نفسها سجنت بنت النهاردة جزائرية غالباً أو مغربية غالباً لأنها كتبت على البوست إن الرسام ده يستحق السجل على طول تحركت إدارة البوليس الفرنسي ومسكت البنت دي سجنتها بدعوة إنها بتحرض على عدم حورية الرأي ده كان الخبر النهاردة موجود أما الخبر التاني في فرنسا فإنه فيه اتنين شرطيات من فرنسا اعتدوا على اتنين عارف اعتدوا على اتنين من التركيات مسلمات تركيات مين بقى بيدافع عن ماكرون أون تيفي نشوف كده أون تيفي أدي أون تيفي بتقول يقولون أن الرئيس الفرنسي ماكرون يحارب الإسلام ولذلك لم نشهد تزعورات حاشدة من مسلم فرنسا تندد بالعرب على دينهم رغم وجود ما يزيد عن 6 مليون مستم هناك أليس ذلك غريباً الأغرب لماذا يقرر الرئيس الفرنسي الذي يتضم بلاده أكتر عدد من أكبر عدد من مسلمين في القرارة الأوروبية العرب على الإسلام والمسلمين وكله يريد تفجير الأوضاع الداخلية في بلاده أو تعريض علاقته بالدول الإسلامية للخطر هناك حلقة مفقودة أقول يا رحمك بالتأكيد هناك حلقة مفقودة لكنها حلقة في البروجاندة الإخوانية المدفوعة من قطر وتركيا وهي واضحة تماماً واضحة لمن ينال أو يتأمل بموضوعية تصريحات ماكرون بعد عن محاربة الإرهاب النزاعات الإنفصالية ماكرون قال لن نسمح لمن يوظفون الدين بمساعدة قوى أجنبية أحياناً بالتشكيك في قيم الجمهورية لأن الجمهورية غير قابلة مش عارف لإيه مشروع القانون الذي أعلن ماكرون عزمه على تقديمه لكي يتم إقراره يتضمن إجراءات للسيطرة على تعليم الأطفال وعدم ترك الفرصة للتعليم المنزلي الذي يكون بعيداً عن أعهم الدولة وإيقاف العمل ببروتوكول يتم بموجبه استخدام الأئمة من عدم من الدول من بينها تركيا وتدقيق التمويل المتدفق لإقامة المساجد في فرنسا كل من يقرأ أو يهتم بموضوع المسلمين في أوروبا يدرك أن هذه النقاط هي أبرز ثغرات الإخوان أشعر في إيه الاختراق التركي والقطري لدعم طيارات التأسطم السياسي وهو أمر لا علاقة له بالغالبية العظمة من المسلمين على أرض فرنسا الذين هم بالملايين كان يمكن أن تفهم تصرفات مكرو عنها حرب على الإسلام كيف يعني؟ أو كان يمكن إذ تم منع الصلاة مثلا أو التضييق على المسلمين بسبب دينهم لكن ذلك لم يحدث إطلاقا إذن هي معركة بين رئيس الدولة الفرنسي وطيارات التأسطم السياسي ومن خلفها تركيا وقطر ولا دليل على ذلك أكبر من انطلاق حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية في مش عارف إيه واضح على حملة مقاطعة المنتجات التركية أون تي في حضرات بتدافع عن ماكرون أون تي في القناة اللي داخل مصر بتدافع عن ماكرون في الوقت اللي ها أردس الإسرائيلية وصفت أردوغان بأنه أصبح زعيما إقليميا لا يقف أحد ما العمل ده وصفها أردس الإسرائيلية للزعيم الرجب طيب أردوغان قالت أنه أصبح زعيم إقليمي لا يوقف أحد وبتدور على حل لكن ردا على إساءة النبي عليه الصلاة والسلام مؤسسات ومتاجر فعلا قطرية للأمانة يعني تقاطع المنتجات والفعاليات الفرنسية مش بس قطر أيضا في الكويت متاجر كويتية تقاطع البضاعة الفرنسية نصرة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام في الكويت ده يا حضرات أما فيه نشطاء بقى نشروا قائمة بأشهر المنتجات الفرنسية ودعوا إلى مقاطعتها دي المنتجات الفرنسية ودعا دانون على فكرة بتاع الزبادي منها وجبنا لفاش كري أو كري ولوريال دي كل الحاجات دي منتجات تركية وألم بيك الأخرو وتيفال والقصة دي فرنسية ناسف كلها وحتى لاكوستا هو كلها منتجات فرنسية فحطوا كل القائمة دي وقالوا حتى كرفور اهو تحت شركات عربية تستعمل وكالات فرنسية كرفور محمد النني لاعب كرة القدم المصري رفع شعار اهو رسول الله خط أحمر إلا رسول الله يكفي كل مسلم أن الله زكى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وقال إنك لعلى خلق عظيم محمد النني أغبار محمد صلاح ايه اه ايه يا صلاح ده انت مفروض دلوقتي يعني انت مش أقل مني مني ولا مسعود إذا أزال لكن حقيقة الأمر احنا وصلنا إلى حال إلى القاع في العالم الإسلامي والعربي وصلنا إلى القاع